الثورة تصنعها الشعوب لكن الذي يحدد اتجاهها هم اصحاب الافكار ويفشل كل من سيدير الحكم بعد اي ثورة ولذلك يسرقها اصحاب المصالح ويستعينوا طبعا بالاعلام ويستغلوا الظروف الاقتصادية القاسية التي تأتي بعد اي ثورة ثم يقومون بتخوين زملائهم في الثورة وثم يقومون بتصفيتهم ولا يوقفهم عن ذلك الا استمرار الشعب بالثورة والانتفاضة حتى تستقر الامور الصحيحة قبل ان استودعكم الله انشروا كلمة تراستكي الليبراليون سوف يخونون الثورة ويدعمون القيصر ضد العمال والفلاق الاحين اشتركوا في القناة